عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ويأتي ذلك لمتابعة موقف تنفيذ المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات بحضور ألواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية وأكد رئيس الوزراء أن خطط تنفيذ المجمعات الصناعية والتوسع في إنشائها هو جزء أصيل من توجه الدولة نحو دفع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمته في توفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني